عصابات إجرامية نص الليل في أي وقت يختطفوا أولادنا بدون أي تهمة يقول لهم ليش؟ ترفع الإمارات كلهم تحت راسها هل زرعت الميليشيات مجدداً جرائم الإمارات بين يدي الأمم المتحدة شهادات وثقها فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن في تقريرهم الأخير حول جرائم حرب مروعة ارتكبها جنود إماراتيون في اليمن خلال عامي 2018-2019 في غرفة الأحلام كما يصفه عسكريون إماراتيون يقوم بعض عناصرهم بممارسة التعذيب والتهديدات والعنف الجنسي ضد مختطفين يمنيين الصعق بالكهرباء والتعليق من السقف لفترات طويلة والضرب المتكرر بالكابلات المعدنية وإزالة أصابع القدم والأظافر والعري القسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي أما المعذبون فهم قادة مقاومة سابقون أو جنود وضباط في القوات المسلحة اليمنية أو مواطنون شماليون أو نشطاء حقوق الإنسان أو صحفيون وفئات أخرى طالما كانت هدفا للقوات الإماراتية والميليشيات التابعة لها في عدن خلال السنوات الماضية بير أحمد وقاعدة البريقة وقاعدة الريان بحضر موت وغيرها من المواقع تمثل جزءا من شبكة واسعة من المعتقلات غير رسمية التي تديرها أبو ظبي مباشرة أو بواسطة ميليشيات موالية لها في مركز الاعتقال في البريقة وثق فريق الخبراء اغتصاب ستة رجال وصبي واحد وفي عدد من الحالات تم اغتصاب الضحايا عدة مرات بالإضافة إلى عمليات اغتصاب ضد مهاجرين ولاجئين أفارقة استخدم العنف الجنسي كأسلوب استيواب وتعذيب وإذلال عندما لم ينجح الأفراد العسكريون الإماراتيون في تحقيق أهدافهم بوسائل أخرى تعذيب حتى الموت أو الإعاقة ومن نجى من الموت تحت التعذيب لا ينجو من الأمراض المزمنة كما يشير التقرير هذه ليست كل جرائم الإمارات فقد أشار تقرير الخبراء إلى أن جرائم أبو ظبي تجاوزت الحدود الجغرافية اليمنية مع إنشاء مركز اعتقال في القاعدة العسكرية الإماراتية بمدينة عصب الإرتيريا وهو المركز الذي تصدر منه أوامر الاغتيالات والتعذيب بحسب التقرير تحقق فريق الخبراء من نحو 90 حالة اغتيال لقيادات في المقاومة الشعبية التي واجهت ميليشي الحوثي وموظفين مدنيين وأشخاص معارضين للمجلس الانتقالي الجنوبي والدور الإماراتي جرائم التعذيب والاغتصاب والقتل ودعم الانقلاب على السلطة الشرعية تتسع خارطة الانتهاكات الإماراتية في اليمن يقابل ذلك تصاعد في الاحتجاج ضد هذا السلوك مع دعوات لتشكيل آلية أممية للمساءلة بخصوص جرائم حرب أبوظبي في اليمن